مرحبا اليوم راح اكمل شرح قاعدة المقارنة المفاضلة بتطرق الى اشياء ما زكرتها بالفيديوهات اللي قبل هلأ هون انا راح احكي عن الصفات الشاذة يعني نفس اللي اخدناها بحالة الاز از ولكن لازم نعرف انه انا عندي بعض الصفات لات ما بيجي فيها اي ار وما بيجي فيها اي است ولا مور ولا لس من ضمن هدول الصفات المطلوبين عندي good لما اقارن فيها راح تكون better ولما افاضل راح تكون the best يعني انا ما بقدر احكي gooder ولا the goodest يعني باقي الصفات انا بقدر احكي smart smarter the smartest ولكن good ما بحكيها gooder ولا the goodest هي عبارة عن صفة شاذة بحكي better the best طبعاً the best هي بالمفاضلة نفس الشي لبعد بعد راح تكون worse ورح تكون بالمفاضلة the worst far لتكون farther وبالمفاضلة راح تكون the farthest لازم اشوف الاملة كيف هون راح نحل عليها هلأ عندي علي is better than sammy وطلوب ان احلها للاز از اول شغلة احنا عارفينها انه بنقلة بالاسماء راح تسير عندي هون سامي is راح تصير ازان زين احنا عارفين انه لازم ايش ننفي الفعل بعد الفعل المنفي راح استخدم as وحكينا راح نزل الصفة مجردة يعني بدون more بدون less بدون er بدون than ولكن هاي عبارة عن صفة شاذة اصلها good المجردة يعني منها good okay as علي هاي تم قلب الاسماء as we see here let's see here سامي هاي ها وعالي هاي ها هاي الصفة okay نيجي الى المثال اللي بعد عندي this exam is worse than yesterday's exam يعني امتحان اليوم اسوأ من امتحان مبارح اول شغلة بدي اعملها احدد الاسماء هاي عندي الفعل وقبل الفعل عندي الاسم الاول ما بعد than عندي الاسم الثاني راح اناقل بهم راح سير عندي yesterday's exam yesterday's exam yesterday's exam is راح تصير isn't وحط ال as worse المجرد بينها bad هيك بدأ احفظ ما بين ال as-as راح استخدم هدول هاي عندي bad as this exam شوف الجملة الثالثة بيحكي لنا erbid is farther than a man يعني erbid ابعد من عمان اول شغلة راح اقلب الاسماء راح تصير عندي عمان to راح انفي الفعل هي isn't بعد الفعل منفي راح حط as الصفة ما بشير منها l-er بدنا نتذكر انه هي عبارة عن far مش far or the تمام ستصير far as erbid هيك بنكون خلصنا بس ذكر الصفات الشاذة طبعا هدول الجمل نفس الاشي اللي اخدناهم بالفيديوز اللي قبل ولكن لازم احكي لكم عبارة عن الصفات لازم تحفظوها واملا اوكي اشي التاني لليوم هو التحويل من مفاضلة قصيرة الى مفاضلة بصفات طويلة كيف يعني انا بستخدم صفة لما اجي افاضل بحكي مثلا this teacher is the smartest one يعني هادا الاستاذ اكتر حد ذكي the smart test طيب smart test هي عبارة عن صفة قصيرة انا هلا بدي اعمل برضو مفاضل ولكن بصفة طويلة اول شغلة لازم اعرفها انه يجب قلب الصفات ولكن دا ارجيكم من هون طبعا كل الاشياء اللي بدوسي انا رح احلها بفيديو لحالة رح تكون عبارة عن مراجعة عندي old عكسها modern اللي بدوسي اللي مش مزبطينهم يعكسوهم easy رح تكون difficult new رح تكون ancient cheap رح تكون expensive اول شغلة لازم اعملها انه انا اقلب الصفة رح تجيني واحدة من هادول مثل oldest easiest newest cheapest انا هاي الصفة رح اقلبها استخدم عكسها بصفة طويلة طب كيف ننقدي الى نفس المعنى رح استخدم اشي اسمه least يعني ممكن تكون مبلش الجملة the least هون هاي the least او تكون بين اقواس least عكس old اللي هي اش modern تمام بعكس الصفة وبكمل الجملة بحكي بحكي the least لازم اركز ان هادا بحكي the least cheap ستكون expensive book وبكمل الجملة بس اذا لما اشوف عندي جملة مفاضلة بدي يانا احرى على list بين اقواس او ببداية الجملة بعرف انه تحويله من المفاضلة القصيرة الى المفاضلة طويلة ويجب قلب الصفة واكمل الجملة بس ما في نفي ما في as ما في اي اشي غير هيك عندي مقارنة الظروف يعني احنا عارفين انه مور بتيجي مع اسم مور بتيجي مع صفة ومور بتيجي مع than زي ما بدي اذكر انه مور than حكينا تحويلها as much as هاي المرة جاي مور اوفن مقارنة الظروف تكرار يعني تمام شو رح اعمل عادي بنزل الجملة وي براكتس انجليش اختصرت انا انجليش مور اوفن ده تصير as بحدف في المور اوفن بحط as بتيجي الجملة مكملة possible او يعني نحفظ انه تكملتها possible كمان مران دي we drink coffee more often بنزل الجملة متل ما هي بحكي we drink coffee as بحدف المور بنزل often بحط as و possible في حال ان ما كانت مكمل الجملة بس يعني more often بس بحدف المور بحطه قبل مكانها as وحط بعدها as فقط في عندي هون حالة fewer there are more people in this room than there are in george's room بحكينا في هون ناس اكتر بهاي الغرفة اكتر من غرفة جورج حكالي fewer fewer معناها اقل طبعا انا هون اعتبرها زي لس عادي هاي there طبعا هون منذكر انه ما عندي نفي حالة نفي بتكون متى بالاز ما عدا المقارنة المتساوية there are more دا تصير fewer بس كيف كنا نحط more less و less more نفس الشي there are fewer people people بدي اعكس الاسماء هاي عندي ذان ما قبل الذان اسم اول ما بعد الذان اسم ثاني there are fewer people in george's room طبعا ما بقدر احكي fewer people there لانو there يعني هون people يعني fewer people in george's room بعدي بنزل ذان in this room in this room كمان مرة حالة الفيور هي عبارة بس عن استبدال more بفيور وقلب الاسماء مقارنة الظروف حكينا more often دا تصير as often as حكينا مقارنة تحويل المفادلة القصيرة المفادلة طويلة هي عبارة فقط عن قلب الصفة واستخدام list واخدنا هون الصفات الشاذح كينا لازم احفظهم good, bad, or far وكيف يعني لازم انزل الصفة مبين ال as-as هون as-bad-as as-for-as as-good-as وهيك good luck ان شاء الله راح اكمل التحويل العكسي بالفيديو الحال ونحل باقي التمرين كلياتهم سو good luck